فالسؤال ما هي العلامات المصاحبة للخوف و لهذه الأحداث اللي منشوفها شو التأثيرات اللي عم منشوفها حتى اللي بتأثر على كنيسة المسيح واسمحوا لي أن أسرد بعض النقاط السريعة أولا أحبائي منشوف بشكل عام في برودة في المحبة لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين وهاي من خصائص ومواصفات ومميزات العلامات الأخيرة بتشوف أنه في برودة في المحبة غير محبين متصلفين متكبرين شرسين غير طائعين لوالدين بتشوف فعلا عصر مليان في التمرد والعصيان وبتشوف أنه المحبة قلت والمحبة خفت والمحبة باردة جدا وهذا الوباء الخطير يعني في وباء أخطر لما المحبة فعلا بتبرد في حياة الكثيرين بيصير عندهم الإهمال واللا مبالاة واللا مبالاة هي واحدة من أخطر المشاكل اللي بتأثر على كل مجتمعاتنا الإهمال إذا كان في إهمال فإذا ولا مبالاة كل المجتمع بيخرب فمنشوف بشكل عام في برودة في المحبة برودة في العلاقات برودة في الأسر الزوجية بالعلاقات الزوجية برودة بين الأولاد والآباء والأمهات برودة حتى في علاقاتنا بعضنا مع بعض ودايما منذكر بعضنا بتتذكر من زمان لما ما كان عندنا هذا التعص ولما كانت المحبة وكل الدنيا ماشي وكل الأمور عم بتصير بشكل حلو شو اللي صار؟ هاي واحدة من الضربات فعلا اللي منشوفها في آخر الأيام إنه البرودة المحبة بردت في هذه الأيام